الهدوء الحذر يسيطر على الجبهة ولكن قبل ذلك كانت قد اشتعلت الجبهة تحديدا باتجاه شمال فلسطين المحتلة نتحدث عن الجزء الشرقي من شمال فلسطين المحتلة أكثر من مئة صاروخ اطلقت بذلك الاتجاه بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية بحسب بيانات المقاومة ثلاث عمليات نفذت باتجاه هذه المستوطنات الإسرائيلية تحديدا باتجاه مستوطنة كريات شمونة أولا بدأت المقاومة ضرب هذه المستوطنة بصواريخ الفلق الثقيلة بصالية من هذه الصواريخ طبعا في إطار ردها على الاعتداءات الإسرائيلية وتحديدا باتجاه الدفاع المدني وفرق الدفاع المدني في بلدة فرون وبعدها قامت المقاومة باستهداف هذه المستوطنة للمرة الثانية بصاليات مكثفة من صواريخ الكاتيوشة وكان هناك اعتراف من وسائل الإعلام الإسرائيلية بسقوط صواريخ داخل هذه المستوطنة الإسرائيلية الاستهداف الآخر والثالث كان باتجاه مستوطنة شامير هذه المستوطنة الواقعة في سهل الحولة استهدفتها المقاومة الإسلامية في لبنان بصواريخ الكاتيوشا كذلك الأمر في إطار الرد كذلك على الاعتداء للسائلين نتحدث عن مستوطنة واقعة على عمق نحو 10 كم من الحدود استهدفتها المقاومة للمرة الثانية بعدما كانت استهدفتها وأدخلتها إلى دائرة نيرانها في 15 من الشهر الماضي من خلال استهداف هذه المستوطنة طبعا يزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية من خلال مزيد من التهجير لهؤلاء المستوطنين وتوسيع نطاق المواجهة بطبيعة الحال إذن ثلاث عمليات حتى اللحظة تبنتها المقاومة الإسلامية في لبنان باتجاه هذه المستوطنات الإسرائيلية وأبرزها شامير وأيضا في المقابل كان هناك عدد من الاعتداءات الإسرائيلية تحديدا باتجاه بلدات عيطرون ومارون الراس ويارون غارات إسرائيلية شنة ليلا باتجاه هذه البلدات الثلاث عذا عن قصف متفعي وفسفوري إسرائيلي باتجاه بلدات طلوسة والخيام وكفركلة في القطاع الشرقي وحاليا الهدوء الحذر كما قلنا يسيطر على الجبهة بالعودة إلى أمس كان هناك سلسلة كبيرة من العمليات نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان تحديدا عشر عمليات نفذتها أربع من هذه العمليات كانت في إطار الردود على الاعتداءات الإسرائيلية لعل أبرز هذه العمليات كانت باتجاه مقر مستحدث للفرقة الحارية والتسعين في أليتها شاحر على عمق نحو عشرة كيلومترات من الحدود ضربته المقاومة الإسلامية في لبنان بالمسايرات الإنقضاضية عدا عن ضرب مواقع إسرائيلية بارزة كذلك الأمر من ميشار إلى جبل نيريا وإلى تجمعات لجنود الاحتلال في محيط مستوطنة مانوت وقصف لمواقع إسرائيلية على الحفة الأمامية منها موقع الراهب منها موقع حدب يارون وأيضا موقع مسكاف عام وموقع المرج الإسرائيلي وغيرها من المواقع في سلسلة وصل عدد هذه العمليات إلى عشر أمس